موسيقى السلام عليكم يعطيكم العافية اليوم ان شاء الله رح ناخذ مراجعة بسيطة للماتريكس تمام احنا زي ما حكينا المادة عبارة ايش عن ميد وفاينل بس لو في حال انه انا بدأ شرحها بحالة انها ايش فيرت سكند فاينل تمام فاحنا فعليا خلصنا اول جزء اللي هو كان مادة الفيرت وهذا رح نبلش في الجزء الثاني اللي هو مادة السكند تمام طيب اول اشي رح ناخذ مراجعة سريعة بسيطة عن موضوع الماتريكس وشوه الماتريكس وزي ما تعلمنا في الابلايد يعني مش رح ناخذ كثير او مش رح ندق كثير فيه بس اللهم مجرد بعض يعني من الكلام اللطيف الخفيف اللي نرجع نستذكر معلومات والنيوماريكل يعني هي الأفضل انها تتاخذ بعد ميل بعد الابلايد تمام لانه فيها شوي الماتريكس وهي القصص طيب بداية انا عندي الاشي الاسمه size of matrix شو يعني size of matrix يعني حجم المصفوفة يعني عدد الصفوف وعدد العمدة فبيكون عندي فرضا الماتريكس ايه هاي فرضا الماتريكس ايه تمام بلاحظ انه في تحتيها رقمين شو قصة هذور رقمين الرقم الاول دائما بدل على عدد الصفوف والرقم الثاني دائما بدل على عدد الايه شيء لا عمدة تمام يعني عدد الصفوف كم صف عندي واحد اثنين ثلاثة طب كم عمود عندي واحد اثنين تمام طيب ممتاز احنا عرفنا شو size وعرفنا شو هو حجم المصفوفة طيب ممتاز قلينا نبلش في مين في ثاني شغلة او ثاني موضوع وهو الماتريكس اديشن اند سبركشن تمام يعني معناها الجمع والحذف في الماتريكس طب انا كيف بتعامل في الجمع والحذف لما بدي اجمع يعني عندي ثنتين ماتريكس فبدي اجمعهم مع بعض هذور المصفوفتين بدي اجمعهم مع بعض شو لازم اعمل اول اشي لازم اتأكد من شغلة مهمة كثير انه لازم اكون اطلع الوين على حجم المصفوفة تمام السايف تبعها لازم يكون ان الثنتين نفس الاشي يعني نفس الحجم ما بتصير عندي تكون مصفوفة فرضا ثلاثة اثنين والثانية اثنين ثلاثة تمام يعني لازم يكون نفس السايف تمام نفس الحجم لو ما كان نفس الحجم ما بصير اعمال بناتن لا جمع ولا طرح اما اذا كان نفس الحجم عادي لها نفس size كلها نفس size ما اختلفين تمام اذا شرط الوحيد في الجمع والطرح انه هيش يكونوا نفس الحجم تمام تعالي نشوف ناخذ مثال سريع انه كيف انا بجمع فعليا المصفوفة تمام طيب بلاحظ انه انا عندي فرضا مصفوفتين تمام طلب مني مرة اجمعهم ومرة ايش اطرحهم بلاحظ ان هنا ايش نفس الحجم عندي ثلاث صفوف وعامودين تمام والاصل الجواب ايش يطلع لازم نتوقع فورا تحكي لي ثلاث صفوف وعامودين اذا ما طلب معك الجواب ثلاث صفوف وعامودين بيطلع حلا كله غلط تمام عندي هاي المصفوفة عندي هاي المصفوفة طب كيف بدي اجمع جمع بسيط عادي باجي اول اشي علي هاي المصفوفة تمام باجي بامسك اول رقم في المصفوفة اللي هو ترتيبه اي وان وان يعني يعني القيمة الاولى الموجودة في الصف الاول في العمود الاول باجمحها مع مين مع هاي القيمة اللي هي الموجودة في الصف الاول والعامود الاول يعني هاي زائد هاي بعدين القيمة الاولى الموجودة في العامود الثاني وبالصف الاول تمام بجمعها مع القيمة الثانية الموجودة في العامود الثاني والصف الاول زي ما حكيت لك الرقم الثاني بدل على المين على العمود والرقم الاول بدل على الصف تمام ممتاز بجمع هاي مح هاي وهاي مح هاي بعدين هاي مح هاي بعدين هاي مح هاي بعدين هاي مح هاي وهاي مح هاي وتطلع معي هيك مصفوف هيك شكلها طيب لو بدي أطرح تمام هسا الجمع عملية تبدلية بقدر أجمع هيك هيك أو هيك هيك تمام بينما الطرح لا لازم ألتزم شو معطيني فرضا معطيني ايه ناقص بي إذن بحط قيم ايه أول بعدين بطرح منهم قيم بي احنا بنعرف لأنه الطرح مش عملية تبدلية يعني واحد ناقص اثنين مش نفسي اثنين ناقص واحد تمام طيب ممتاز شفنا هذا الاشي تمام وطلعت مع الماترك زي هيك الطرح نفس الاشي هاي تمام بطرح منها هاي هدين هاي بطرح منها هاي هدين هاي بطرح منها هاي وهكذا تمام طيب الماتركس تمام شو معناها يعني اللي هو ضرب الماتركس الماتركس تيجي بتحكي لي بدي أسألك سؤال الماتركس احنا بنعرف انه عملية تبدلية ولا عملية مش تبدلية الضرب احنا بنعرف في رياضيات بالشكل الطبيعي عملية تبدلية يعني واحد ضرب اثنين نفسه اثنين ضرب واحد بينما في الماتركس لا مش عملية تبدلية طب ليش لأنه باعتمد على الصيز طب بلاحظ أنه الماتريكس ما فرق معي الحجم مش نفس الحجم تمام ولكن لازم أنتبه لأ معلومة كثير مهمة أنه لازم دائما الحجم يعني عمود الأول تمام يساوي صف الثاني يعني القيمتين اللي جوا لازم يكون متشابهات يعني إذن هاي اثنين لازم هاي تكون اثنين تمام إذن القيمتين اللي جوا لازم يكون المتشابهات بلاحظ زي كان الحذفين بعض وأعطني ليش القيم اللي برا فتطلع شو الحجم طلع تبع اللي ايش طبع الناتج طلع اللي هو ايش عدد صفوف اي مع مين عدد أعمدة بي تمام وهكذا طيب ممتاز افهمنا افهمنا طيب خلينا نشوف أنه كيف أنا ممكن أشوف مثال سريع تمام كيف يعني أنا بضرب المصوفة ضرب المصوفة كثير سهل يعني أنا لازم أتوقع فرضا شوفت هذول المصفوفتين مضربات ببعض لازم أعرف الجواب فورا باجي بحكي لك الاثنين اثنين او اذا المصوفتين اللي جوه نفس القيمة تمام نفس القيمة اذا بشطبهن وبطلع الجواب معي السايز ايش اللي هو صف الاول مع مين مع عمود الثاني بغض النظر كان ان هذول الثنتين اللي برا نفس الاشي مش نفس الاشي تمام المهم انه انا ايش اللي جوه يكون النفس الاشي طلع فضلتين دي الثلاثة والثلاثة فطلعت ايش المصوفة ثلاثة بثلاثة تمام طب كيف بضربها باجي بحكي لك الصف الاول مع العمود الاول الصف الاول مع العمود الثاني الصف الاول مع العمود الثالث وبناتهم جميع يعني A11 مع B11 تمام و A12 مع B21 تمام زائد بعدين A11 مع B31 تمام انكمل حكيت لك الصف الاول مع العمود الاول يعني A11 مع B11 زائد A12 مع مين مع B21 تمام ممتاز طب خلصنا الاولى خلصت القيم الاولى تمام في المصوفة اللي هي هون راح يكون مكانها طب بعدين ببلش في القيمة الثانية بعدي بحكي لك نفس الاشي هذا الصف مع مين مع العمود الثاني يعني A11 مع B12 تمام و A12 مع مين مع B22 تمام وبجمحن بناتهم طب ممتاز وهكذا بظل اعمل هيك وهيك عبين ما خلص هدولا العمود الاول هاي صف الاول خلصته تمام اللي هو عن طريق ايش الصف الاول مضروب بالثلاث اعمدة تمام بيطلع لي ايش العمود الاول الصف الاول تمام هس ايش بدي اعمل باجي على الصف الثاني الصف الثاني بضربه نفس الاشي مرة هون ومرة هون ومرة هون بيطلع لي شو بيطلع لي الصف الثاني كامل طيب بعدين الصف الثالث بضربه مع العمود الاول والعمود الثاني والعمود الثالث شو بيطلع لي بيطلع لي الصف الاخير تمام وهكذا طبعا هذا الاشي مش كثير مطلوب منه بس لازم نعرفه ولازم زي ما حكيت لك مراجعة عامة هاي مشان ان لما ادخل على مادة السكن يكون عندي استعداد واني عارف احل بكل سهولة وفاهم شو هو الماتريكس تمام زي ما حكيت لك مش عملية تبدلية ما بصير اعكس مكان هن لانه اذا انت عكست مكان هن طلع كيف رح يصير معك انا كانت ايش حكيت لك دائما ان الجوه بحذفن بعض فشو بطلع السايز اللي بره تمام هو ام و ام طب لو عكست هن صار العكس طلع السايز يختلف تمام فمشان هيك انا حكيت لك انه ها الضرب مش عملية تبدلية طيب الماتريكس انفرس شو الماتريكس انفرس هسا منشوفه تمام مصفوفة او معكوس المصفوفة طيب هو عبارة قانونه كالتالي انه الماتريكس مضروب في المين في نفس الماتريكس المصفوفة يعني مضروب بالمصفوف الانفرس تبعتها تساوي الاندتي الاندتي ماتريكس تمام ايدنتي ماتريكس شو قصة الاندتي ماتريكس هاي هسا منشوفها تمام وفيه لها قانون الثاني زي هيك انه انا ممكن زي عملية الضرب بقسم هون وبقسم على هاي فبطلع ما يلياش الانفرس ماتريكس هو عبارة عن الماتريكس الاصلي مقسوم على مين على الماتريكس العيدين تدي طيب ممتاز ممتاز طب خلينا نشوف مثال هسا احنا طبعا مش راح نيجي لما بدأ اعمل الانفرس او بدأ اوجد الانفرس مش راح اقول اعمله زي ما كنا متعلمين في الابلايد انه لازم تحط بجنب بعض وتبلش تضرب فيهن وتبلش تصفرهن وتصفر الصف الاول بعدين صف الثاني وهي القصة فهي كل هاي الارقام يبتنعكس هون وهون بصفي عندك الماتريكس الجديدة اللي هي الانفرس ما بدنا هذر حكي احنا ممكن نستخدم الآلة الحاسبة طب انا كيف باستخدم الآلة الحاسبة كالتالي فرضا بحط مود بحط ايش 6 ماتريكس تمام بحط بسمي اي واحدة بدي هادي اي تسمية اللي هي الماتريكس الاولى الحجم فرضا 3 3 هاي واحد تمام هسا راب ببيل ايش القيم الموجودة اندي فرضا 1 يساوي 2 يساوي سالب 1 يساوي سالب 2 يساوي صفر يساوي واحد يساوي واحد كمان اللي هي هون تساوي وسالب 1 تساوي وصفر تساوي تمام بحط كمان تساوي خلاص انا هيك احفظت الماتريكس هاي وين موجودة هسا في الايش في الذاكرة طبع الآلة الحاسبة شو بعمل خلاص بشيلها بشطوبها طيب شو بعمل هسا بحط shift تمام shift بعدين بحط 4 فشو بطلع لي بطلع لي الخيارات اللي بديها طبعا انا وين سيفت هاي سيفتها في الماتريكس ايه اللي هو رقم 3 حطيه 3 بدي الـ inverse لها ما بديش الماتريكس الاصليه نفسها بدي الـ inverse لها شو اعمل بحط على ايش على خيار الـ inverse اللي هو هون تمام وبتطلع معي هاي الماتريكس الـ inverse تبعتها بدل ما اقود اعمل ضربه لعمليات هاي ما بديها ابدا انا مش مادة الابلايد انو ماريكال بس المهم ان اعرف بشكل عام تمام 100 طيب عندك هسا ايش شو قصته قصته انه انا الماتريكس بس بدي اقلبها كيف يعني يعني العمود بدو سير صف والصف بدو سير عمود طب كيف حطر حكي بأقلبها او كيف بستخدم تمام هاي الخاصية كالتالي فرضا انا عندي ايش السايز تبحد طلع 3 اثنين بدو سير 2 ثلاثة بدو سير بالعكس شو اعمل باجي شايف هذا العمود كامل بحط ايش فرضا هون زي كأني برغي دقيت برغي تمام وبعدين بعمله سويتش ببدله بصير هيك تمام يعني هاي البرغي دقيته فايش لفت الماتريكس زي هيك لفت معي هاي الماتريكس لوين صارت لهون تمام لفت كل الماتريكس فصارت لهون وهاي ايش بدق البرغي وين هون بقلبها زي المفتاح زي كأني لما حرك المفتاح فحركتها من هون لهون تمام فصارت بهذا الشكل صارت هاي ثابت مكانها والأولى ثابتة مكانها بس مين اللي تغير باقي القيم قلبتهم يا زي هيك يا انها نزلن زي هيك تمام ممتاز عندي هسا عندي لهو الخصائص تبعت الرو يعني بس خصائص الرو هاي الأشياء بس خاصة في مين في الصفوف ما بصير تتطبق على مين على الأعمدة طيب الخاصية الأولى بيحكي لك انه أنا بصير ايش أعمل أقلبهن يعني الصف الأول يصير الصف الثاني والصف الثاني يصير الصف الثالث ما عندي أي مشكلة بس لازم أنقل نفس القيم يعني هاي القيم لو نقلت كلها فوق ونقلت هذا الصف كامل تحت ما عندي أي مشكلة وما بتغير في أي إشي في الماتريكس بعطيني نفس الجواب بس اللهم انني ايش قلبت له صفوف تمام طيب يعني أنا الصف الأول هاد والصف الثاني طلع هذا الصف الأول كان هاي الصف الأول صار الصف الثالث مكان الصف الثاني تمام وصار الصف الثاني مكان الصف الثالث ما في أي مشكلة بس ما بصير آجي أطبقها لأعمدة بطلع غلط يعني ما بصير أبدا ليش؟ لأنه أنا بغير القيم زي كأن العبت في أكثر من صف في أكثر من مصفوف العبت تمام فهاي الخاصية بس مطبقة فقط على مين على الصفوف تمام حسب النسبة لما بدي أضرب مين بدي أضرب الماتريكس بمين بثابت كيف أنا بدي أضرب الماتريكس بثابت تمام هادي بتضربها بشكل طبيعي بس لازم زي ما حكيت لك للصف ما بصير أضرب هذا العمود بثابت ما بصير لازم أضرب الصف كامل تمام فأنا بدي أضرب كي فرضا بالصف الأول فعادي بدخل بضرب الكي مرة في A11 والكي مرة في A12 تمام ما في أي مشكلة والصف الثاني ما ضربته بأي إشي برضو ما بفرق مي تقريبا بطلع نفس الجواب أو بطلع هو نفس الجواب تمام وهذه الخاصية حكيت لك مالها تستخدم فقط بمين للصفوف طب الخاصية الثالثة في عملية الجميع تمام الجميع فرضا إجيت ثبتت الأولى المصفوفة الأولى عادي خليت زي ما هو الصف الأول خليت زي ما هو والصف الثاني خليت زي ما هو الصف الثالث إجيت قلت لك هو عبارة عن مجموع الصف الأول مع الصف الثالث يعني الصف الثالث غيرته جمعت له مين الصف الأول فصار إيش A31 مجموع لA11 وA32 مجموع لA12 تمام وهكذا إذن إيش الصف كامل بجمع له نفس القيم أو بجمع له نفس الصف اللي أنا حددته ما بصير والله أترك قيمة وأجمع لقيمة تمام يعني اللي بعمله على الصف يعني اللي بدي أطبقه على قيمة واحدة في الصف لازم أطبق على باقي القيم الموجودة في نفس الصف تمام تمام نشوف شو ضايل ضايل لكريمر رولز شو ما له كريمر رولز احنا شفناها قبل أصلا واستخدمناها وفهمناها طيب شو بيجي بحكي لك بيكون عندي فرضاً ماتريكس A تمام مضروبة بمين بX1 وX2 هذو المجهولات تمام ما أعطيني قيم اللي هي B11 وB21 طيب لما أجي بدي أعمل بدي أوجد القيم لX1 يعني للصف الأول طيب شو بعمل للعمود الأول شو بعمل بثبت مين العمود الثاني وبشيل العمود الأول وبحط مكانه مين قيم B تمام ممتاز ممتاز وبضرب هن إيش ضرب تبادلي زي ما كنا هاي ضرب هاي ناقص هاي ضرب هاي تمام مية مية هذول البنات بعض عادي بصير أبدلهم بس ما بصير أبدل هاي مكان هاي وهاي مكان هاي لأنك أنت بتغيل الإشارة كاملة تمام ممتاز طيب بالنسبة للمقام المقام هو عبارة عن شو المقام عبارة عن إيش عن هاي هاي ضرب هاي وهاي ضرب هاي للماتريكس الأصلية يعني المقام لما بدأ أرجع بدأ أرجع للماتريكس الأصلية مش الماتريكس اللي أنا أوجدتها اللي هو ثبتت صف وقلبت صف تمام إذن برجع للماتريكس الأصلية إذن دائما المقام هو الماتريكس الأصلية وشوفنا استخدمناها في الجيكوب تمام الضرب بجيكراك تمام والجمع في الماتريكس لأنه راح نستخدمه كثير بجيكراك في مادتنا وراح نشوف كيف راح نستخدمه في مادة السكند إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية